يوم برضو المحترف التونسي أسامة الجزيري طبعاً يا أسامة في البداية برحب بك على شاشة قناة نادي الأهلي وعايز أبارك لك على مباراتك النهاردة مع نادي الأهلي قدام سبورتينج قددتوا أداء كويس جداً وأداء مميز منك ومن كل اللعبين نادي الأهلي الحمد لله على الفوز نهديه الانتصار للجمهور والناس اللي تشجع فينا الحمد لله عملنا معناتها كما شفنا 45 دقيقة من مستوى عالي مع أن تكون نفايزين فرق 10 هداف تركيز نقص في آخر المبارات عادي جداً بكرة عنا ماتش نحظروله معناتها كويس وإن شاء الله معنا بقية الماتشات اللي مزالوا إن شاء الله نكونوا حاضرين ونلعبوا كما الأداء اللي عاديناها اليوم إن شاء الله طبعاً نادي الأهلي تموحه أنه يكون المركز الأول في الترتيب ما بين الفرقة طبعاً في بطولة الدوري يا أسامة يعني طبعاً كابت النطاري بتكلم معكم كثير جداً على أهمية المباريات في بطولة الدوري أو يحكيلي دايماً بتكلم معكم بيقولكم إيه وكمان بزد قبل المبارات اليوم أكيد نادي الأهلي معتها فريق كبير فريق القاب أي بطولة نلعب عليها لازم نفوزوا بها معتها الهدف متاعنا كان الفوز بس كل ماتش ماتش كأس نلعبه مع الانتصار وعالإهداء إن شاء الله مستوى الفريق قاعد معناتها يتحسن من الماتش الماتش إن شاء الله الماتشات الجاية مش نشوف مستوى أحسن من كده إن شاء الله كابتن أسامة إن شاء الله هتستعدوا زي المبارات بكرة أمام البنك الأهلي توحى روح على طول ما هنسفروا لسكنديرية لعب الكل ما هتعمل معناتها ريكافري كويس وإن شاء الله نكونوا جاهزين بكرة لعب الكل يقوموا بدور متاعهم ونفوزوا إن شاء الله مستي جدا يا كابتن أسامة وببراك لحضرتك شكرا لأي خليك كده كان لقاءنا يا كابتن هايثم مع واحد من نجوم مبارات اليوم كابتن أسامة الجزيري المحترف التونسي وطبعا الحارس المتقلق عبد الرحمن حميد إليك الكلمة الآن